بسم الله الله خلقنا من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقها عظاماً وكسل عظام لحماً وأنشأه خلقاً آخر كان يمكن أن يخلقه بلحظة فلماذا هذا التدرج في الخلق؟ أشار بعض العلماء إلى أن الله يعلم عباده التأني ويعلم عباده أيضاً التدرج في الأشياء لأنها مما يحكم الأمر ويؤدي للإتقان نسأل الله ذلك